موسيقى 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 السلام عليكم محبوب بكم في قناتكم قناة مالح وحلول اختصمية مطبخ سوما يوم حبي تندير معكم كيكة الشوكولاتة الفاخرة ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الكيكة جي رائعة وسهلة التحضير يلنجفوا المقادير مع بعض قبل كل شي راح مجه دعمي لقناة سوما ديزات قناة جزائرية متنوعة تختص في الطبخ والحلوية والمودة راح نخليكم رابط قناتها في صندوق الوصف ان شاء الله تزوروها وتشتركوا في قناتها لانها محتاجة دعمكم وبرك الله فيكم جميعا ان شوفوا المقادير عندي هنا كاس سكر عادي مايوعدل 7 ملاعة كبيرة كاس حليب بارد نصف كاس زيت وكاس نصف رينا 4 ملاعة كبيرة من الكاكاو نوعية جيدة 3 حبات بيض واثنين من خميرات الحلوة في غوبو انا يلازم استعملو الخلاط كهربائي حطيت الكاكاو والحليب والسكر راح ندربهم جيدا وبعدها راح نبدأ نضيف في الزيت التاعي بالتدريج حتى نتحصل على قاوام شاكولا 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 ايكون ثقيل يعني هذه هي الطريقة اللي نستعملوها باش نصنع شاكولاتة للدهن في المنزل على طريقة تصنع المايونز كما نطلعوا المايونز راح نطلعوا هذه الشاكولا او الشاكولاتة للدهن بعد ما اضفت كمية الزيت التاعي بالتدريج نخلي كامل المكونات تخلطه مع بعض بعد راح نفتح ونشوف قوام تاع الخالط اللي تحصلنا عليه او غلاساش تاع الشيكولة اللي تحصلنا عليه هدا هو قوام الغلاساش او الشيكولة اللي تحصلنا عليها هدا الخالط راح نقص منه قد كاس راح نخليه لتزين تاع الكيكة تاعنا والباقي راح ندفلو البيض مع الفرينة وخميرة الحلوة ان شاء الله سكونوا افهمتوني والطريقة راح موضحة في الفيديو كما راكم تشوفو بمعنى درب عصفورين بحجر التزين راح يكون من نفس الخالط تاع الشيكولة اللي يدرنه اللي تزين الكيكة يكون بالقلاساج والباقي تاع القلاساج راح ندفلو المكونات المتبقية البيض حبه بعد حبه الان راح ندفلو كاس ونصف على الفرينة الفرينة تاعك الكاس ونصف ميكونوش مع ما ينزاف مع خميرة الحلوة بهذا الشكل الان راح ندفلو نصف كاس فرينة على الكاس تاع الفرينة اللي يدرناه مقبل وبهذا مجموع الفرينة راح يكون كاس ونصف تقريبا مع ربع ملاعق كبيرات على الكاكاو راح المكونات الجافة جينات قريبا زوج كيسان مهم انو خالد تاعك ميكونش تقيل بزاف ولا خفيف هدا هو القوام تاعو في مول يكون مفروش بورق الزبدة راح نفرغ الخالد تاعي وندخلو على درجة حرارة يكون تكون مية وخمسين درجة على فرن يكون مسخن مقبل راح نستعمل هذي طريقة الخفض باش الكيكة تاعنا يجي كامل متاوي راح نطيب الكيكة التاعي ونرجع لكم في مباد ان شاء الله بعد ما طيبت الكيكة التاعي راح نخليها تبرد تماما ونحيها من المول بعد ما اخليت الكيكة التاعي تبرد تماما راح نحيها من المول بهذا الشكل راح تتنحالك بسهولة وراح نحط في صحن باش نزينها بالقلاس هاش تاع الشيكولة اللي صنعناه مع بعض يعني بالهادك الكيكة اللي خليناه بجيها لازم تكون باردة باش القلاس هاش تاع الشيكولة ما يدوب لكش نحاول ان تقبها بالموس بهذه الطريقة بعد ما تقبتها بالموس راح نجيب الكيس على القلاس هاش تاع الشيكولة اللي درناه بعد ما يبادر راح يزيد التماسك اكتر واكتر شوفوا القوام بتاعه وراح نفرغه فوق الكيكة التاعي ونزينها بهذا الشكل وراح نقلاسي الكيكة التاعي بهذه الطريقة طريقة تكون دائرية نحاول نمشي كامل القلاس هاش تاعي على الكيكة بعد ما قلاسيت الكيكة التاعي بهذا الشكل نحاول نخبطها بهذه الطريقة باش تتغطى لكامل ميناء الجوانب نخليها تبد مليح وزينيها كيما تحبي وزينيها كيما تحبي بخطوط من الشيكولات البيضاء ونضع لكيكة التاعي بعد ما نشوف عليها هادك القلاس هاش يجي رائع نتمنى تجربوه الان راح نزينها بالكامل شونتي كنت طلعتها راح نزينها بالقمع الروسي بهذا الشكل على شكل وريدات اذا ما كشن ذاك الكامل شونتي زينيها كما تحبي بخطوط من الشيكولات البيضاء ولا ممكن تخليها كيكة عادية راح تجيك ديدة ورائعة فقط التزين يبقى اختياري انا راح نزينها بالكامل شونتي مع قطع الشيكولاتة كما راكم تشوفو وهدي هي طريقة التزين بالقمع الروسي على شكل ورده هاي جي رائع زينتها بقطع ميناء الشوكولاتة وهذا هو الشكل النهائي تعكيكة الشوكولاتة الفاخرة ان شاء الله نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم راح نقدمها في عيد الام بمناسبة عيد الام نحيي كل الامهات نحيي امي ايضا ايضا عيد الام صادف عيد ميلاد امي نقولها كل عام وانت يا بخير فقط هدي كيكة سهلة وبسيطة حبيت نقدمها للعيلة التاعية اذا عجبتكم الكيكة على اليوم ولا كيكة الشوكولاتة الفاخرة ما تبقلوني شبجام والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس اللي يصيلكم كلها جديد والى الملتقى ان شاء الله اشتركوا في القناة